إشادة واسعة واستحسان من قبل المحامين بعد إقرار تعديلات قانون تنظيم مهنة المحامات مؤخرا عبر مجلس الأمة متوجا تعاونا جسدته السلطتين لتطوير المهنة ومنتسبيها بعد مطالبات كثيرة من قبل أهل القانون بذلنا كل ما نمتلك من جهد حتى أننا قدمنا قانون متكامل ولكن الأمر والفيصل بغى عند السلطة التشريعية والمشرع اليوم قمنا بكافة التعديلات على قانون تنظيم مهنة المحامات في آخر تعديل الذي صدر عام 1996 شمل هذه القانون تعديلات كثيرة ولكن لجأ المشرع إلى حصر هذه التعديلات وأخذ تعديلات تقريبا ست أو سبع مواد فحصرهم بحكم أن اليوم اللجنة التشريعية لديها قوانين أخرى فرأى أن اليوم هناك هذه المواد هي التي تحتاج إلى تعديل وفيما أشاد الكثير من أعضاء جمعية المحامين بالقانون وتعديلاته أكدوا سعيهم لسماع أي ملاحظات أو تعديلات يتقدم بها الزملاء مستقبلا للوصول لمرحلة ترضي الجميع نحن أصحاب العلاقة الرئيسية قاعد نقول أنه ليس هذا طموحنا فطبيعي الناس الأبعد يشوفون أن هذه مسألة أقل من الطموح هذا أمر يحق لهم ونحن نقول أنه إن شاء الله بإذن الله سنتم نسعى أن نقدم الأفضل ونغير للأفضل كثر ما نقدر لكن بالنهاية عندنا مشرع هو صاحب الكلمة الأخيرة نحن علينا نوصل الصوت ونوصل المقترحات لكن بالنهاية نحن لا نملك القرار في التعديل فهذا جزء من دورنا وإن شاء الله نكون نحن أدينا العمانة قانون كان له الأثر الكبير في نفوس أصحاب مهنة المحامات بعد وقت طويل من الانتظار مانحا مزاولي المهنة حافزا أكبر لمواصلة العمل لأداء الرسالة المهنية في الدفاع عن الحق والقانون لتلفزيون المجلس رياض العبادي